سلام لبنات مرحبا بكم في قناتي الثانية كل العرائس المقبلات على الزواج ولغير العرائس حضرت لكم خلاطات طبيعية خلاطات تقشير للجسم وتفتيح للجسم لإزالة الجلد الميت من الجسم تفتيح لون الجسم وإزالة اللون الداكن الناتج عن الإهمال وأيضا حبوب الظهر بثور الظهر آثار حبوب الظهر سواد المنطقة الحساسة السواد تحت الإبط السواد الركب خشونة الركب والقشور الموجودة في الجسم أي شوائب موجودة في الجسم إذا دومتم على هذه الوصفات ستزول تبعوني أخواتي خطوة خطوة أولا نحتاج إلى حليب نيدو الحليب المجفف حليب باودر كل بلد كيف يسميه موجودة مركات مختلفة نضع ملعقتين كبيرتين ونضيف أيضا ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز الرز العادي المتواجد عندك اشتري وإطحنه في البيت أو اشتري جاهز مطحون يفتح لون الجسم يزيل الخالية الميتة وأي مشاكل موجودة في الجسم يزيلها ضيف أيضا ملعقة من الملح ملح الطعام العادي الذي نستعمله في الطبخ ضيف ملعقة يزيل الجلد الميت ويزيل الخالية الميتة ومشاكل الجسم كلها يعطي ملمس حرير رائع للجسم نضيف أيضا الشوفان الخرطاء لهذا مركات مختلفة ومتعددة ضيف أيضا ملعقتين نضيف أيضا العدس الأحمر اشتريه جاهز مطحون أو اطحانه بنفسك في البيت هذا الذي يوجد في الصورة إذا كان غير ما توفر عندكم عوضه بالعدس العادي نضيف أيضا الكركم الخرقوم كل بلد كيف يسميه كيركيمة تيرميريك يفتح اللون لا تخافوا من اللون الأصفر سوف يزول ضيف ملعقتين ليست مملؤتين جيدا نخلط المسحوق مليح حتى تتجانس المكونات مع بعض ضعوها في برطمان هذا البرطمان خبه في خزانة المطبخ أو في خزانة الحمام صالح للاستعمال إلى شهور يعني لن يفسد ودائما أثناء الاستعمال استحابي منه القليل مثلا ملعقتين أو أكثر ضيفوا له زيت اللوز الحلو بإمكانكم تعويضوا بزيت اللوز المر إذا استعملتم هذا الخليط للجسم فقط أما إذا استعملتمه للبشرة ضيفوا زيت اللوز الحلو فقط ضيفوا أيضا زيت الزيتون أي نوع زيت زيتون متوجدة عندكم ضيفوا منها ملعقتين أو ثلاثة ضيفوا زيت الجليسيرين إذا كانت متوفرة عندكم إذا كانت غير متوفرة عوضوها بزيت الورد أو الزيت اللوز الحلو اكتفوا به فقط نعصر عليه الليمون الحامض القارس أو عوضوها بالبرتقال يعني حسب حساسية البشرة بإمكانكم إضافة القليل من ماء الورد إلى هذا الخلطة أمزجها ملحة تتشرب المكونات هذا الزيوت طريقة الاستعمال أثناء الاستحمام بللوا الجسم بالماء الدافي لتفتيح المسام أو تحت تأثير البخار فتحوا المسام جيدا وطبقوا الخلطة على الجسم كامل وعلى الرقبة استعملوا الليفة هذه كما تظهر في الصورة في التقشير تقشير دائري يعني الخلطة أتركوها لمدة عشر دقائق وأزيلوها بالليفة بالفرق يعني التقشير وأغسلوا الجسم عادي ورطبو يعني إذا استعملتم هذا الخلطة إلى الجسم أتركوها ربع ساعة عشر دقائق أما إذا استعملتوها للبشرة تركوها فقط أربع دقائق يعني أفركوها وأغسلوها وابتعدوا عن دائرة العينين هذا الخلطة تزيل جميع مشاكل البشرة والجسم وبإمكانكم يعني استعمال الترطيب بعد ذلك وإذا خفتم من اللون الأصفر للكركم بإمكانكم استعمال خلطة الصابون البلدي صابون الأسود صابون الإسلام هذا الذي يظهر في الصورة إذا كان متواجد عندكم في بلدكم أو استعملوا أي نوع من الخلطات الصابونية المتواجدة في القناة سيزول اللون الأصفر للكركم ثم رطبوا الجسم بعد ذلك بحليب خاص بالجسم أو كريم دايك زيري أو أي كريم مرطب خاص بكم أهم شيء يكون الترطيب للجسم أو زيت جوز الهند أو أي نوع من الزيوت المتوفرة عندكم لترطيب الجسم هذا المقشر استعملوه يوميا لمدة سبعة أيام خصوصا للعرائس المقبلات على الزواج وبعد ذلك استعملوه مرتين في الأسبوع حفاظا على النتيجة على الوجه استعملوه مرة واحدة فقط في الأسبوع كمقشر البشرة الحسسة ممنوع تستعمله على الجسم يوميا لمدة سبعة أيام إذا حبيتوا أيضا شهدوا نوعية ثانية من المقشر تابعوا الوصفة الثانية ولكننا الاختيار هذه خلطة مقشر وخلطة ماسك يعني خلطتين منفصلتين عن بعض وكل واحدة تختار المناسب لها كلها فعالة لإزالة الجلد الميت لإزالة الحبوب والبثور من الظهر آثار الحبوب الخشونة من الجلد اللون الداكن ناتج عن الإهمال سواد المنطقة الحساسة وبت والأكواع نحتاج إلى العدس العدس الأحمر اطحنه وانخله وظيف منه القليل نحتاج أيضا إلى العدس العادي اطحنه وانخله وظيف أيضا القليل منه نضيف أيضا الحمص هذا الذي يظهر في الصورة يبع في الدول العالم لكن الأسامة مختلفة اطحنه أو اشتريه جاهز مطحون نضيف أيضا الأرز الأرز الأبيض العادي المتواجد في كل بيت الأرز المصري اطحنه أو اشتريه جاهز مطحون ونضيف أيضا ملعقة من اللوز المهروس اشتريه جاهز مطحون أو اطحنه أو اطحنه بنفسك في البيت إذا لم يتوفر عندكم أي مكون من هذه المكونات استغنوا عنه ضعوها في بارطمان خبه في خزانة المطبخ أو في الحمام صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية أثناء الاستحمام نأخذ القليل من المسحوق ونضيف له رأس ملعقة فقط من الكركم ملاحظة الكركم يضاف أثناء الاستعمال فقط ولا تضيفه إلى المسحوق الموجود في البرطمان يعني البرطمان لا تضيف له الكركم الكركم يضاف أثناء الاستعمال اجمعوا المكونات بالحليب اي نوع حليب عندكم استعملوا بإمكانكم تعويضوا بالزبادي الطبيعي الروب الطبيعي او الرائب نمزج المكونات تمليح اثناء الاستحمام وتحت تأثير البخار او بللوا الجسم بالماء الدافئ طبقوا الخلطة اتركوها لمدة 5 دقائق الى 10 دقائق ثم ابدأوا بفرك الجسم فرك دائري بالليفة يعني تقشير ثم اغسلوا الجسم عادي و ارتبوا الجسم بكريمكم المرتب الخاص بكم او الحليب الخاص بالجسم او اي نوع من الحليب او الزيوت المتوفرة عندكم استعملوها يطبق هذا الخليط مرتين في الأسبوع تحصلوا على نتيجة ممتازة ننتقل الى المقشر الموالي السكر سواء السكر البني او الاصمر اضيفي له زيت الزيتون والقليل من زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر والقليل من زيت جوز الهند يمكنكم الاستغناء عن زيت جوز الهند اضيف القليل من العسل اذا تواجد و اذا لم يتواجد استغنوا عنه واعصروا عليها الليمون الحامض او عاصر البرتقال اثناء الاستحمام يطبق هذا الخليط على الجسم كامل هذا الخليط ممنوع وضعه على البشرة الحساسة بإمكانكم وضعه على الوجه لمدة استقائق و ازيله مرة في الأسبوع اما على الجسم مرتين في الأسبوع تكفي طبقوه على الجسم ابدأوا بالتقشير بالليفة حتى يزيل الجلد الميت تماما ثم اشتفوا الجسم عادي ورطبه هذا المسك المقشر بإمكانكم استعماله في يوم واحد مثلا اثناء الاستعمال استعملوا المقشر ثم الخلطة بعده او بإمكانكم الفصل بين الوصفتين وتستعملوا كل واحدة على حدى لوحدها هذه الوصفات فعالة جدا في ازاة الجلد الميت وتوحيد لون الجسم للعرائس ولغير العرائس نتمنى تجربوها وتكتبوا لي اراءكم في التعليقات نشكركم اخواتي على الدعم نشكركم على الثقان نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الاثنين نتمنى تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك نتركوكم الروابط في صندوق الوصفة وان شاء الله في مزيد من الوصفات فعالة لكم شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام